اهلا بكم مجددا مشاهدين في هذا الجزء من حوارية الليلة ارحب وياكم بضيفي عبدالقمر الصناعية من طرابلس رئيس المجلس على الدولة سيد خالد المشري اهلا بك معنا سيد خالد على شاشة ليبيا الاحرار اهلا بك اخ نبيل وبقناتكم الموقرة وبالمشاهدين الكرام دعني ابدأ معك بمعرفة تقييمك ونظرتك لمجرى اليوم في العاصمة طرابلس وايضا زد عليه تصريحات الرئيسين بشاغة ودبيبة كيف رأيتها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اولا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ ليبيا من كل المؤامرات والفتن اللي قاعدة تحاكلها وان يحفظ طرابلس واهل طرابلس من من هذه الفتن العاصمة طبعا اليوم استيقظنا جميعا على الخبر المفجع اللي هو محاولة دخول سيد فتحي بشاغة لمدينة طرابلس وممارسة المهام من طرابلس السيد فتحي يعلم جيدا ان هذه الحكومة هي حكومة محل نزاع كبير وبالتالي محاولة الدخول إلى طرابلس بدون الوصول إلى حالة توافقية قبل الدخول هو نوع من فرض امر واقع مرفوض وهو يعلم جيدا ان هذا الامر كان ممكن ان يواجه بالقوة وبالتالي فيه تعريض لحياة المدنيين للقطر فيه تعريض لحياة العديد من المقاتلين للقطر فيه اثارة للفتن نحن نرفض رفضا قاطعا هذا النهج الذي اتخذه السيد فتحي بشاغة هذه الحكومة عندنا عليها ملاحظات سواء من ناحية اجرائية في تكوينها وتشكيلها سواء من ناحية تركيبة الحكومة من ناحية الوزراء وقلنا هذا الكلام علنا نحن مع اي حالة توافقية في البلد لكن ان تكون توافقية حقيقية وليست مغالبة وهذه الحكومة اقرب الى حارة المغالبة كذلك نؤكد اننا لا نتشبث بالحكومة القائمة وان لدينا العديد من الملاحظات على الحكومة القائمة وان العملية للأسف الشديد كأنه اصبحت يعني عند البعض يقولك والله انت مع فتحي ولا مع عبد الحميد كأنها لهلي والاتحاد كأنها مباراة احنا مع ليبيا مع الوطن احنا الآن مع اي نهج يصلنا للانتخابات طيب طبعا لما خرج السيد عبد الحميد بيبة سأسمح لي قال ان هذه الحكومة هي الضمان الوحيد لاجراء الانتخابات وانا اسمح لي يا سيد عبد الحميد هذا الكلام غير صحيح مع كامل الاحترام والتقدير هذه الحكومة اللي ما تستطيعش ان تفرض سيطرتها جنوب غريان بمئة كيلو ولا غرب مصراتة بمئة كيلو وعندها مشاكل في المنطقة الغربية لا تستطيع ان تكون بالانتخابات الحكومة التي ستجرى في ظلها الانتخابات يجب ان تكون حكومة فيها على الاقل حد ادنى من التوافق ما بين مجلس الدولة ومجلس النواب وما بين القوى السياسية والامنية الاخرى الموجودة في المنطقة الشرقية والغربية وايضا نوع من القبول الدولي وعدم الاستئثار من طرف من الاطراف الدولية الاقليمية المؤثرة في المشهد الليبي وهنا اخص طرفين مصر وتركيا لو مجلس النواب ومصر شكل حكومة لن تستطيع انها تفرض سيطرة حقيقية على كل ليبيا وتقوم بانتخابات وهو مشابه للحالة اللي موجود فيها حكومة السيد فتح بشارة ولو تركيا ومجلس الدولة شكلوا حكومة او تشبثوا بحكومة بدون توافق مع الاطراف الاخرى لن تستطيع ان تفرض سيطرتها على كل ليبيا او تحقق الحالة طبعا البعض الان بيجيوا لكش اندخل تركيا ومصر ونحن خلينا نحق على الشأن الليبي كليبيين نعم الشأن الليبي يهم الليبيين لكن هناك دول متداخلة في الشأن الليبي وعندها مخاوف وموجودة على الارض بشكل مؤثر الكلام الواضح الناس الان تب الكلام المنمق الكلام اللي يحكي على حالة مثالية وغير حقيقية الحالة الحقيقية ان مصر عندها تأثير في المشهد الليبي وان تركيا عندها تأثير في المشهد الليبي وان هذون عندهم مصالح متداخلة مع المصالح الليبية وان لابد من وجود حالة توافق محلي واقليمي وبرعاية دولية للوصول الى الانتخابات اما الحكومة واحدة تمثل شق معين لا يمكن ان تكون ضامنة للشعب الليبي لاجراء الانتخابات ما الذي تحاول التلميح اليه وبالتالي نحن نرفض رفضا قاطعا ما الذي تحاول التلميح اليه عندما تتحدث بشكل نوع من الحياد ربما انتقت بشاغة في حديث لا لا حتى اقول لك اوضح لك سيد خالد انتقت بشاغة في سياق هذا الدخول للعاصمة طرابلس وتحدث عن عبد الحميد دبيبة وان حكومته اليوم لا تستطيع السيطرة بالمجمل وضربت امثلة بمدن ومناطق معينة هذا هو الواقع وهناك تنازع على الشرعية وبالتالي الحل الى اين تريده الى مادة تريد ان ترمي بهذه التوصيفات التي اطلقتها الحل كالادي شوف اولا حالة الصراع في ليبيا مازالت حالة مستمرة وحالة الصراع هذه المستمرة فيها استقطاب حاد وهذا الاستقطاب الحاد ايضا فيه تأثير اقليمي لدول مهمة وموضوع ليبيا موضوعه اصبح اكبر من انه هو يترك هكذا ملف مفتوح في ظل الحرب الاوكرانية في ظل عدم استقرار الاسواق النفطية في ظل معلومات شبه مؤكدة على نمو وانتعاش داعش وغيرها في جنوب الليبي وممكن انتقالها الى الشمال الليبي هذه امور ما فيهاش بصارة عند العالم وبالتالي الملف الليبي الان هو ملف شديد الاهمية حتى اقليميا ودوليا هذه الحالة تتطلب نوع من التوافق بين الليبيين اذا كنا حريصين على ليبيا ليبيا في خطر حقيقي حالة التشظي السياسي قد تتطور الى انقسام يجب علينا جميعا ان نسعى بقوة للملمة ليبيا ليبيا اكبر من فتح بشاغة ومن عبد الحميد بيبة ومن خالد المشري ومن عقيل الصالح واكبر من الجميع لهذا انا لست المح انا اصرح وتصريح واضح نحن ليسنا في حالة حياة نحن ندعو الى انتهاج نهج حقيقي يؤدي الى الوحدة الوطنية واعادة الامانة الى اهلية واجرى انتخابات لكن الحكومات واحدة اسمها حكومة وحدة وطنية مسيطرة على الثلاث ليبيا ما فيش وحدة وطنية والاخرى اسمها حكومة استقرار ولم تؤدي الى اي نوع من انواع الاستقرار يعني هي ما هيش تسمياته خلاص الحل يكمل الحل يكمل في اه التوافق على القاعدة الدستورية وتشكيل حكومة محايدة مصغرة بمدة قصيرة هدفها الوحيد الوحيد هو اجراء الانتخابات واجراء آلية لمراقبة خارطة الزمنية لاجراء الانتخابات غير هيكة حنبعد ندوره في حلقة مفرغة ونبدو في والله هذا سكر النفط هذا سكر الامية هذا سكر الاجواء بين ليبيا في بعضها البعض وندخله في حالة نزاع احنا يجب علينا الان في مرحلة تاريخية ما فيهاش مجاملة انا من ناحية شخصية نحترم السيد عبد الحميد ببيبة ونحترم السيد فتح بشاغة وزي ما احترمنا السيد فائز سراج وزي ما احترمنا قبل كل الوزارات اسمع لي زدان وإلا الكيب الله يرحمه لكن ليبيا الان في مرحلة مفصلية مرحلة مهمة علينا جميعا ان نقف لبلادنا ان احنا ننظر نظرة حقيقية وبالتالي ما حدث البارحة هو حدث مأساوي يعني للأسف احنا فرحنا لما جاء سيد عبد الحميد ببيبة وقال انتم كلكم يا لولين راكم كنتوا تديروا في حروب احنا بنسكروا الحروب ليبيا معادش فا حرب من عهديني معادش في حرب وقلنا بايا كويس احنا يعطيناها العام ولا العام ونصف ما فيش حرب بداي على ابسط شيء نجو نحكو على حروب حروب كل الحروب فرضت علينا وقلناها هذا الكلام الآن حتى هو يقول هذه الحرب فرضت علي اذا تفهم الموقف اللي احنا كنا فيه الان الان الحل هو الذهاب الى انتخابات بمسار حقيقي للأسف الشديد وانا اقولها بكل مرارة ويجب ان يتحملنا الحكومة الحالية المسار اللي تحاول ان تسير فيه الحكومة ان هي تقول كحكومة تنفيذية بتدير قاعدة تشريعية من خلال وزارة العدل بتدير قوانين انتخابية وبتدير انتخابات تشرف عليها هي هذه مشابهة للحالة التي قائمة في دولة الجوار وهذه الحالة غير ممكن ان تكون في ليبيا ليبيا مش تونس ليبيا فيها ثورة مسلحة توازن القوة فيها اكبر بكثير من دولة من دولة زي دولة تونس وبالتالي لابد من البحث عن توافق حقيقي وعن خارطة طريق تصلنا الانتخابات بشكل صحيح نعم عنوان الانتخابات لا يوجد لك فيه احد سيد خاد المشري واذهاب الليبيين الى صندوق الاختراع لكن الالية التي سنذهب بها الى ذلك اين هي اليوم انت تعرف هناك تنازح حول الشرعية بالنسبة بين الحكومتين وبالتالي عندما تتحدث عن حكومة جديدة مصغرة هذه دعوة احدية منك ام ربما بتشاور مع النواب او حتى من خلال ما اشيع عن لقاء بينك وبين عقيلة صالح في القاهرة فضل شوف شوف احنا احنا ما عندناش شيء متسوس كل شيء على الطاولة وبيوضوح احنا الان عندنا مسار اللي هو مسار الدستوري المسار الدستوري الذي نصر الله سبحانه دنيا ينجح وللأسف الشديد تشن عليه حملة اعلامية شديدة شرسة كأنه يعني محاولة شيطنة الجسمين يعني الان لما بعض الاعلاميين اللي محسوبين على الحكومة مثلا حكومة الوحدة الوطنية حكومة سيد عبد الحميد البيبة يشيطنوا في اي اتصال مع مجلس النواب باقي عبد الحميد البيبة ما ومشيه لمجلس النواب في طبرق ومشالهم في سيرت ومشالهم في القبة واخده منهم الثقة الثقة ما اعطوها لمجلس النواب في الوقت اذا كما همش الشياطين والان ولوا الشياطين يعني هؤلاء الجسمين مع ترهنهم ومع عدم قناعتنا بوجودهم نتيجة الزمن لكن مزالت هي الاجسام الاكثر شرعية لكن حكومة تأتي من خلال توافق بين بعض الاشخاص بعضهم اختيرة بطريقة غامضة وبعدها تأخذ الثقة من مجلس النواب ترفض مجلس النواب وترفض التعامل مع كل الاجسام الاخرى وتدعي الشرعية وهذه الحكومة واحنا الان نتكلم بشفافية لما قلنا ان هذه الحكومة قرارها انا ما نحكيش في كلام لا معه ولا ضد حكومة السيد عبد الحميد بيبة قرار اعطاها الثقة الى 24 ديسمبر انتهي 24 ديسمبر با هي جدت بخارة الطريق معينة اذا الان يا اخوة احنا لسنا مع هذا الطرف او ذاك احنا الان مع الخروج من المشهد اللي قاعد الدائرة مغلقة وقد تؤدي مع التراكمات الزمن الى انقسام في البلد او خروب اخرى او غير ذلك ليبيا اكبر مننا جميعا نتوافق على قاعدة دستورية تشكل حكومة مصغرة عدد بسيط من الوزراء 14 الى 18 مثلا هذه ما فيش فيها توافق محدد افكار نطرح فيها انه هذه الحكومة المصغرة يكون عندها هدف واحد وهو اجراء الانتخابات تشكل هيئة عليا لمتابعة الانتخابات هذه الهيئة العليا فيها مجلس النواب مجلس الدولة فيها الحكومة فيها القضاء وفيها الهيئة الانتخابات تقدم تقرير للليبيين كل اسبوع مثلا او كل كده خارطة الزمن بتاعنا اراه مثلا اربعة شهور خمسة شهور شندرنا فها زي لما واحد يبدأ مشروع ويبدأ حاط الزمن بتاع الفتح المشروع وكل يوم ينقص يقول هذا انجزنا انجزنا الخارطة يجب ان نشتغل تحت ضغط الرقابة الشعبية وان نشتغل لهذا الهدف غير هذا الهدف اراه كلام فارغ الحكومات اللي موجودة الزوض سواء حكومة عبد الحميد ببيبة ولا حكومة فتح بشاغة والله ما عندها نية دين انتخابات حتى بعد خمس سنوات لكن لماذا لا يتم الذهاب مباشرة الى الانتخابات وبدل الحديث عن حكومة اخرى تزيد المشهد التعقيد لان بحثك ربما عن مسرة التوافق قد لا يتحقق بالشكل المطلوب قيل على انه كيف تدينها الانتخابات لا اقدم حلول يا سيد خلد المشهد نمشي خطوة عملية انا اقدم حلول انا اطرح اسئلة وسيناريوهات نعم 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 تناقش اي نعم تمام الحكومة ربما يقول لك البعض يطرح فكرة ان كل حكومة مسؤولة على منطقة معينة قد تؤمن الانتخابات وتجريها في المنطقة الجغرافية التي تديرها او بالاستمرار او بالبقاء على هذه الحكومة غير عملي وغير واقعي شوف اذا كان لما نجي تقول لهذه الحكومة كل حكومة ما يشبع ترفها بالحكومة الاخرة هي حك هو حكومة واحدة وفيه دائما طعم في نتائج الانتخابات خاصة في حالات النزاع شوف نحن العراق حكومة واحدة اجريت انتخابات قعدت حوالي خمسة او ستة شهور حتى تم اعتماد هذه نتائج الانتخابات وبعد ذلك حتى مجلس النواب اللي تشكل الآن ليه حوالي أربع شهور ومش قادر يختار رئيس وزراء بالتالي هي مشكلة مش غير في إجراء انتخابات إجراء انتخابات على أسس واضحة وسليمة وفيها حد أدنى من التوافق أنا نقولك حالة الصراع والاستقطاب حاد جدا أنا ما نقولك أن نحن نرى غدوة بالنحن للمشكلة مع البرلمان في كل المسائل لا لكن على الأقل في حد أدنى نتوافق عليه باش نقدر تمشي عربة الانتخابات ما طبيعة هذا الحد الأدنى الذي تتحدث عنه سيد خالد المشري أنت اليوم تتحدث عنه الجميع لا يريد ربهم الانتخابات ضربت مثالا بالحكومة دبيبة وحكومة فتح بشاغة أنت تريد الذهاب للانتخابات؟ طبعا لأن عدم الذهاب للانتخابات المتضرر أكبر منه هو مجلس الدولة ومجلس النواب وحنا مجلس الدولة بالذات عندنا رغبة أكيدة في الذهاب للانتخابات ونحمل أعباء هذه المرحلة يا أخي أحنا مللنا من وللأسف أنا نسمع أصوات أسمح لي بالله من بعض المذيعين والمعلقين ومش عارف وما أكثرهم في ليبيا أن يجي يقول والله يجب إخراج مجلس الدولة والنواب أحنا ما عندنا شمانها مجلس الدولة يطلع من بكرة هل اللي يقوم بهذه الدعوة هل يستطيع أن يلغي مجلس النواب؟ وإلا هو محاولة إخراج مجلس الدولة فقط من المشهد كنوع من محاولة اللي يطلعوه من حلبة الصراع باش بعدين يبعد طرف واحد فقط هذه حالة طوافقية يجب أن نصلها أم من النداءات العشوائية العبثية هذه فهذه لن تزيد المسألة إلا تعقيدا ولن تزيد الطين إلا بلا طيب نذهب إلى مسألة المشاورات واللقاءات بشكل واضح إلى القاهرة التي كنت في زيارة لها قبل أيام سيد خالد المشري ومنها ننطلق الحديث عن ما إذا كان التوافق ممكن أو غير ممكن ما بين المجلسين جرى الحديث عن لقاء جمعك بعقيلة صالح هناك في العاصمة المصرية القاهرة إن كان الأمر كذلك بأي عنوان نضع هذا اللقاء؟ شوف نحن الأمر واضح الآن فيه لجنة من مجلس الدولة ومجلس النواب عقدة الاجتماع الأول والثاني والآن تعقد الاجتماع الثالث هذه اللجان تعمل بكل شفافية ووضوح نحن هدفنا الوصول إلى قاعدة دستورية مش استفتاء على الدستور لأن الاستفتاء على الدستور الآن مع اللغط اللي موجود حول مجلس الدولة لها أربع سنوات هو ينادي بالاستفتاء على الدستور وكان أكثر طرف داعي الاستفتاء على الدستور ولكن للأسف الشديد هذا لم نستطع الوصول إليه الآن نحن أمام مأزق ولما نجي نقوله تعالوا وراء ونعدل مشروع الدستور يجي يقولك مثل هيئة تأسية لا هذا ما عندكش الحق أنك تعدله وتعديله عن طريق هيئة تأسية أيضا أمر معقد نحن نقوله نخلي هذا الدستور أمر أنجزات هيئة منتخبة نحترمه جهدها ويبقى للسلطة القادمة نحن نحترفه بعجزنا كأطراف سياسية حالية على التوافق على الاستفتاء ورغم طلبنا هذا ما نحن كمجلس دولة وبالتالي خلينا نمشو لقاعدة دستورية القاعدة الدستورية فيها الحد الأدنى من التوافقات أنا لا أخفيك أن هناك خلافات وهذه الخلافات حقيقية لكن هذه الخلافات ما هيش بين مجلس الدولة ومجلس النواب هذه الخلافات بين الفرقاء السياسيين في ليبيا يعني بمعنى لو أزحنا مجلسي الدولة والنواب وجبنا لجنة تانية من خبراء القانون من جامعة طرابلس وجامعة بنغازي ووضعناهم مع بعضهم حيوصلوا لنفس الخلافات لما تحكي أنت على بعض المواد في القانون الانتخابي أو غيره تيجر خلافه وخلاف بين فئات سياسية وبالتالي نحن الآن نسعى إلى الوصول للحد الأدنى من التوافق أعتقد أن مجلس النواب عندهم هذا الشعور ومجلس الدولة عندهم هذا الشعور وبالتالي نحن نسعى قدر الإمكان إلى الخروج من المشهد من خلال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وإحالها إلى جهات الاختصاص وكيف حكومة قادرة على إجراء الانتخاب لا يتم في الحديث الآن عن قاعدة دستورية سيد خالد المشري الوفد الذي يعبر عنكم كمجلس على الدولة يلتقي النواب الآن ويبحث معهم تعديل مشروع الدستور تقول ستيفاني في تصريحاته يا سيد خالد المشري أن هناك تقدم مشجع بخصوص مسودة الدستور وحدى التوافق حول أجزاء متعلقة بالسلطة التشريعية وأيضا السلطة القضائية لا حديث هنا عن قاعدة دستورية كما تتمنى أن سيد خالد المشري الأمر مختلف يبدو في القاهرة وفق المبادرة المصرية شوف أولا أنا الكلام اللي نقول لك أنا مسؤول عليه لا حديث على تعديل للدستور ولا غيرها الحديث على قاعدة دستورية أنا نعرف كويس الشي الكلام اللي نقول لك لما جوا نحكوا على قاعدة دستورية من ضمن المقترحات الموجودة للقاعدة الدستورية يجي يقولك هذا مشروع الدستور أخذنا منه نسخة كبي هل ينفع أن نأخذ منه حاجات في القاعدة الدستورية هذا حطوه ناس دستوريين ناس حطوه بشكل توافقي هل ينفع أن نأخذ منه موجود لما قدمنا القاعدة الدستورية في مجلس الدولة وصوتنا علىها في الحقيقة أخذنا أكثر من 95% منها من الباب الثالث من مشروع الدستور وصوت علىها المجلس الأعلى الدولة واعتبرها قاعدة دستورية وبعدها لما جئنا نناقش في البعثة الأمم المتحدة من ناحية فنية وجدنا أن كثير من المواد اللي في الباب الثالث متعلقة بمواد في باب أخرى ولهذا لا حديث أبداً ما تقوله ستيفاني ماذا نعتبره يا سيد خاد المشري ما تقوله ستيفاني ماذا نعتبره ستيفاني تتحدث عن تعديل مشروع الدستور وهي راعي لهذه الاجتماعات التي تعقد الآن في القاهرة ماذا تعتبر كلامها إذن في هذه الحالة ماذا تعتبر شوف ستيفاني لم تقول هذا الكلام لا أرس معني هذه خلال كلمة الله يا سيد خاد المشري هذه خلال كلمة الله بالأمس أنا نقولك أنا نقولك غير سمعني يا أخ نبيل يا أخ نبيل سيد خادنا نتعامل مع التصريحات هذا مشروع الدستور أنا نقولك شيء قالت ستيفاني هذا مشروع الدستور صدر إحنا هي لما تجيه تقولي هي تبيتعدل مشروع الدستور معناها بتعدل وتعرض الاستفتاء ولا هذا غير موجود إذا كان بتعدله بتاخد منه قبي وهو قعد للمرحلة القادمة وبجيه يتعدله مش يبدأ قاعدة دستورية وما ليش علاقة يعني ممكن يتعدل بنسبة 20% 30% 40% 5% ويعتبر قاعدة دستورية هذا لا يعني تعديل مشروع الدستور مشروع الدستور باقي كما هو الآن نحن نعمل على قاعدة دستورية وهذه القاعدة الدستورية تعتمد في جزء كبير منها على مشروع الدستور احنا يخدينا مشروع الدستور ونشتغل على إجراء تعديلات بحيث تصبح قاعدة دستورية لكن مع عدم المساس بهذا المشروع وترك التصويت عليه أو الاختيارة دستور أو لا إلى المرحلة القادمة يعني نتحدث من خلال هذه التعديلات أن الدستور لن يعرض مرة أخرى الاستفتاء وإنما بإنتاج قاعدة دستورية هذا الموقف يحظى بقبول؟ لا 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 هذا فهم خاطئ يحظى بقبول؟ يا أخي فاضل هذا فهم خاطئ لا تقونني ما لا أقول هذا مشروع الدستور تمام؟ مثال والله هو بجمبنا مشروع الدستور هذا مشروع الدستور باهي اخدنا مننا كبي هذا مشروع الدستور اعتبرناه كأنه أمر مقدس وقلنا هذا مشروع الدستور نعم هذا مشروع الدستور جينا نحن نحطوا قاعدة دستورية قلنا والله باقي حصلوا قاعدة دستورية دعنا نرى ما كتبوا الجماعة قبلنا الموقعين هذولا تلاتة أربعين واحد واعتمدوا مشروع الدستور بتاريخ 29 يونيو 2017 احنا مدامنا بنحكوا قاعدة دستورية خنشوفوا هذا هذا لما شفوه هذا مشروع الدستور سمه صيرة هذا مشروع الدستور باقي محفوظ جيل برلمان القادم يعرضه للاستفتاء طيب اذا ما فيش الصدق ان مشروع الدستور الان معاش منعرضوه احنا الان مجلس الدولة ومجلس النواب عاجزين نتيجة عدم رغبة مجلس النواب في الذهاب معنا في هذا المسار مش مجلس الدولة على الاستفتاء احنا نحكوا على حالة توافقية مدام نحن عاجزين خلينا تخبوا برلمان قادم خلينا تخبوا جسم تشريعي قادم يحترم ما انتجته هذه المجموعة ويعرضه الاستفتاء وحتى نجيبي برلمان قادم خلينا نديره قاعدة دستورية قاعدة دستورية نستعينه بنصوص هذا المشروع هي بمثابة الاستعانة لكن هذا الان تبدو واضح اكثر وبالتالي سيد خالد المشري الان عندما تتحدث عن انتاج قاعدة دستورية هذا الامر يحظى بقبول من قبل مجلس النواب على اعتبار انه مرارا وتكرارا كان يكرر انه التعديل الدستوري الثاني عشر هو اساس دستوري حتى انه لم يلتحق باجتماعات تونس لا 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 شوف هذا لا يعني التعديل الاثناشي التعديل الاثناشي يتحدث عن لجنة مخبراء ليس من اعضاء المدلسين يتحدث على مقره بنغازي سوري البيضة ويتحدث على تعديل الدستور ثم عرضه على الاستفتاء واذا كانت النتيجة بلا مش عارف ايش وهذا كلها غير موجود الان تخلى عنه مجلس النواب تخلى عنه في اجتماعات القاهرة تخلى عنه الله هذه اسأل عليها مجلس النواب لكن الوفد الذي يلتقي به من يمثل مجلسكم يجلسون للتفاوض حول التعديل الدستوري ام ننتاج قاعدة دستورية ما هو موقف النواب في هذه الحالة نحن 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 التفاوض لقاعدة دستورية ولا نقبل بغير ذلك ولا اين وصل هذا التفاوض والله طبعا انت تعرف ان في بعض النصوص يعني فيها خلاك يعني لما اتحدث مثلا على الجزء بالتشريع القادم من غرفتين طبعا نحن ندعو ان كل الاجسام التنفيذية والتشريعية والقضائية زي اي دولة في العالم يكون في العاصمة للأسف مشروع الدستور هذا قسم حتى المؤسسات حط السلطة التشريعية بغرفتها في بنغازي وحط القضائية في سبها وحط التنفيذية في طرابلس هذا امر ما هوش عاملي ولا منطقي ولا مقبول وهذا واحد من الخلافات مثلا لكن احنا الآن للطريقة اللي اشتغلوا بها اللاجنتين خلينا نشوفوا شين هي مواد الاتفاق في القاعدة الدستورية وشين هي مواد الخلاف وبعد ذلك نحيل للمجلسين مواد الخلاف وننظر رأي المجلسين لان اللاجنتين غير مخولتين بإخداء اتخاذ اي قرام وبالتالي الملاحظات التي يبديها المجلس الاعلى للدولة غير مسألة الغرف وغير ذلك اين تكمن ملاحظات المجلس تخوفاتها نسميها وما هي المواد التي يطالب ربما ان تدرج في هذه القاعدة المنتظرة ان رأت النور اولا هو في حديث على الحكم المحلي وهذا مطلب للاجنتين بس بدرجات متفاوتة وان تكون هناك محافظات وان المحافظات تكون مدسرة يعني زي ما تقول مهام المحافظة والمحافظ نفسها شيني عنده من اختصاصات ربما بعض اختصاصات الرئيس تعطى للمحافظة وغير ذلك كنوع من الحكم المحلي مش الفيدرالية بدل من الدولة المركزية وبدل من الفيدرالية نقوله اللامركزية اللي هي مثلا ليبيا عشر محافظات خمسة عشر محافظة عشرين محافظة حسب ما يتم الاتفاق عليه بعدين لكن هذه المحافظات مهامها واختصاصاتها وغير ذلك تكون مدسرة وتكون موجودة في الأساس الدستوري اللي نتحدث عنها أو القاعدة الدستورية هذه مثلا من المسائل اللي أعتقد أن فيها إنجاز وإن كان فيها خلاف لعندوين أي درجة مثالي أنا لا أعتقد أن فيه خلافات أخرى جدرية كبيرة متفائلين باحتمالية الوصول إلى حل قبل منتصف الشهر القادم هذا الحل غير مسرة قاعدة دستورية والأساس الدستوري للانتخابات قاعدة دستورية نعم نعم لا 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 قاعدة دستورية نقصه أنا أفهم ذلك القاعدة الدستورية لكن نتحدث أمر عن الدعوة التي وجهتها من قبلك أنت في بداية حديثك حول الحكومة المصغرة أعود بك إلى النقطة مرة أخرى هل جرى الحديث بها مع عقيلة صالح؟ هذه خطوة لاحقة لا 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 حنا الحديث الحديث على المسار التنفيذي هذا الحديث مغلق في الوقت الحالي إلى حين الانتهاء من القاعدة دستورية لما تبدأ عندنا قاعدة دستورية واضحة ندير نانتخابات على هذه القاعدة دستورية ونبو حكومة في أجل أقصاها 4 شهور 5 شهور تنجز لنا الانتخابات بناء على هذه القاعدة الدستورية عملية التشكيل كيف ستتشكل هذه الحكومة حكومة غرض منها فقط لا غير جراء الانتخابات يعني ما تكون حكومة فاها وزير للشباب ووزير للرياضة ووزير لكل واحدة بروحها يعني نقصد ووزير مش عارف طاقة البحرية يعني تكون وزير حكومة مصغرة قدر الإمكان ولكن الغاية والغرض تقديم الخدمات طبعا اليومية للناس لا تقدرش تعرقل حياة الناس لكن الغاية والغرض منها هي الوصول للانتخابات بكم حقيبة وزارية ستكون هذه الحكومة طالما هي مصغرة لا أنا غير عفل هو أولا أنا لا أتحدث على أي رؤية للمجلس الأعلى للدولة ولا أي رؤية فهى اتفاق مع عمد للس النواب ولا أي رؤية واضحة نحن نحكي على أفكار الخروج من المشهد لما تقول لي حكومة مصغرة بالتأكيد يعني الحكومات اللي الآن سواء حكومة الدبيبة ولا حكومة مشاغة تحت على ثلاثين وزير وثلاثين وزير وخمسة وثلاثين وزير بوزراء الدولة هذا أمر مش منطقي أنا أعتقد أنها 14 إلى 18 كأقصح حكومة قادرة على تسيير الحياة اليومية للناس وقادرة على إجراء الانتخابات لكن الدبيبة يقولها مرارا وتكرارا أنه لن يسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة وحكومة منتخبة أخرى سلطة منتخبة وبالتالي إن رأى أيضا هذا المسار هذا المسار إن رأى النور أيضا على غير القاعدة الدستورية كيف سيكون الحال شوف نقول لك حاجة إذا كان فيه توافق على القاعدة الدستورية إن شاء الله سيكون فيه توافق وفيه توافق على حكومة مصغرة الغرية والغرض منها انتخابات فقط وعندما نقول توافق توافق محلي حقيقي وتوافق إقليمي ورعاية دولية سيسلم عبد الحميد الدبيب وبالتالي طالما دخلنا في التصورات والتوقعات أو تيك توقعين إن لم يقبل عبد الحميد الدبيب بهذا التصور زد عليه إن لم يتوصل المجلسان وهذا المهم إن لم يتوصل المجلسان إلى الاتفاق بالنظر إلى التجارب السابقة التي جمعتكم في الحوارات في أكثر من مرة سيد خارد المشري هل سيبقى الوضع على موح عليه في هذه الدولة حكومتان تتنازع الشرعية مجلسان يبحثان التوافق في كل مرة هذا الوضع كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى الآن تحكي على دولة ما عندناش احتياطي استراتيجي غذائي طبعاً هذه مشكلة هذه الحكومة ولا تلك الحكومة هذه للأسف مشكلة متنقلة من الحكومات كلها هل توجد مثلاً هيئة للحبوب تستطيع أن توفر المخزون الاستراتيجي للليبيين دولة الآن في ظل ارتفاع سعر النفط الرهيب وفي ظل تغيير سعر الصرف قيمة لتر البنزين وليتر الديزل أقل من ثلاثة سنت حتى في الخيال عندما تجي تحكي مع واحد تقول له تنكل بنزينة في السيارة تعبيه بـ 2 يورو بينما مالطة اللي تحت منك بشبرين لتر واحدة بيورو نص اللي نستوردوا فيه بالدولار لأننا قدرات المصافي ضعيفة واللي يستوردوا فيه بالعملة الصعبة نمشي نعاود ونصدروه بعدين تهريب لمالطة وليوروبا أمر مش معقولة نحن نكسروا في رواحنا برواحنا الحكومات هذه وكلها ما فيش واحدة قادرة على أنها تتخذ قرارات جريئة كلها تتخذ في قرارات أقرب ما يكون لملامسة مشاعر المواطنين بغض النظر على إجراء إصلاحات حقية وهذا لا يمكن أن يطول لأن بعدين الدولة ما تقدرش لو دولة مستقرة وحالتنا متبحبحة وغيرها وكذا ممكن لكن الآن تحكي أنت زادت التضخم بنسب عالية جدا لأنه ما فيش زيادة حقية في الإنتاج لو فيه إصلاحات وإجراءات إصلاحية في موضوع الإنفاق لو فيه تناسق تام ما بين السياسة التجارية والسياسة المالية والسياسة النقدية لشاهد الدولة حالة انتعاش حقيقي ولم اعتمدنا على النفط أصلا وهذا موضوع طول حديث عنه سنبقى في حالة المراوحة يا سيد خاد المشري طالما الحال أنت تبني أنعن توقعات مسألة إمكانية التوافق إن لم يتحقق هذا التوافق المنشود ستبقى حالة المراوحة السياسية في هذا المشهد شوف أحنا في المجلس الأعلى الدولة ذهبين بأعلى مقدر الممكن من إمكانية التوافق نحن عندنا أسس ومبادي لا يمكن أن نتخلى عنها ونحن جزء من تيار عريض لا يمكن أن نتخلف عن مبادي وأهداف تيارنا نحن نؤمن بالدولة المدنية وبالتالي نحن لا يمكن أبدا أبدا تحت أي ظروف بأن نقبل بترشح العسكر لا يمكن أن نقبل أبدا بوجود مترشحين مجرمين ونقول مجرمين بكل ما تحمله كلمة الإجرام من معنى لما تبطي الناس أبرياء وتردمهم بالجملة وتستر على هذه الجرائم فهذه بصراحة لا مكانة إلا المحاكم وبالتالي هذه المبادئ وهذه الأهداف وهذه القيم لا يمكن أن نتخلى عنها تحت أي حوار سياسي وإذا كانت تحكي لعلى انسداد مقابل للتخلي عن هذه القيم والأهداف والمبادئ فلا نحن بصراحة لا نستطيع أن نتخلى عن قيم هذه التوابت لكن ماذا عن التنازلات التي قد يقدم عليها الأعلى للدولة في سياق ربما بحثه عن التوافق نعطيك مثال نحن الآن هدفنا أن الجسمين التشريعيين يكونوا في العاصمة وهذا هدف ممطقي ومقبول وهو ما مجري عليه العمل في العالم كله نحن قد نقبل تحضر ظروف توافقية أن أحد الغرفتين التشريعاتين تكون في بنغازي مثلا نحن نعتبر فيه تنازل لكن هذا تنازل توافقي لأن هذا يجعل القرار التشريعي ما هو مربوط عن طرف سياسي معين طيب الرئاسي ماذا عن الرئاسي تعتقد أنه يمكن أن يكون له دور في هذه الفترة الفترة المقبلة كثيرين ربما ينادون بأن الرئاسي ربما عليها أن يتدخل ويطرحون ربما خيارات أمامه كان يجب عليها اتخاذها كيف تبدو نظرتكم للرئاسي في هذه المقبلة؟ ما هي الإجراءات؟ أن ينتج قاعدة دستورية من قبله طالما أن المجلسين لم يستطعوا التوافق وهذه يطرحونها كفرضية وبالتالي يحل هذا الخلاف ما بين المجلسين وينتج من هو الرئاسي هذه القاعدة المنتظرة كيف ترى هذا الأمر؟ دعني أقول لك حاجة هل الخلاف ما بين المجلسين وإلا الخلاف ما بين التيارات السياسية الموجودة في ليبيا؟ الخلاف ليس ما بين المجلسين المجلسين بشكل أو بآخر يعبروا عن هذه التيارات السياسية سأعطيك مثال يأتي غدوة للمجلس الرئاسي ودار قاعدة دستورية وقال السلطة التشريعية يكون مقرها سبها ممكن الطرفين سياسيين يرفضوا بالتالي الحديث على الخلاف المشكلة ليس فينا خلاف بين المجلسين المشكلة أن هناك طيارين سياسيين في ليبيا لابد أن يحدث نوع من التوافق في حده الأدنى يصعب الآن الوصول إلى التوافقات التامة لكن لابد أن نتجاوز عنق الززاجة للدخول للانتخابات نتحدث عن هذه الزيارة إلى مصر والتي أيضا هي دعمت حكومة فتح بشاغة وأنت زورت مصر ومصر معروف موقفها في مساندة خليفة حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس هل هناك تغير في الموقف المصري؟ وبالتالي يمكن أن نقول أن اليوم عقيلة صالح والبرلمان يمكن أن يتفق معكم على أي قاعدة ربما دستورية أو غيرها من الملفات؟ أولا نقول نقطة بصراحة مهمة أنا ملاحظ أن التواصل مع مصر من قبل مجلس الدولة يتعرض لحملة إعلامية شديدة أنا مع كامل الاحترام والتقدير لكل الإعلاميين بعض الإعلاميين اللي شنوا هذه الحملة لم نسمعهم يتحدثوا بربع كلمة على رئيس الوزراء لما قضى ليلة القدرة مع محمد بن زايد محمد بن زايد هو المسؤول المباشر على الطيرات التي قصفتنا في ليبيا أكثر من مرة ومع أن الإمارات ليس لها أي علاقة مباشرة بالمسألة الليبية يعني على الأقل مصر عندها حدود مشتركة وعندنا معها زيت ودقيق لكن الإمارات شنحرك شعيرهم باش يدخلوا فينا السيد رئيس الحكومة اليوم بارك الله فيه في رمضان نادى عوائل الشهداء ولفتة كريمة تحسب له وتاني يوم شيف طرم على اللي قتل الشهداء لم نسمع حتى عشر في المية من الهجوم اللي صار أنا زرت مصر وبعد لو روحت زرت تركيا ما فيش حديث على زيارة تركيا كأن زيارة مصر ردباك بتقربوا مصر رئيس المجلس الرئاسي ماشي جاي على مصر رئيس الحكومة ماشي جاي على مصر رئيس البرلمان مقيم في مصر رئيس المخابرات ساكن في مصر لكن مجلس الدولة لما يتواصل مع أطراف سياسية مؤثرة في المشهد الليبي نحن غير راضين على التأثير المصري في المشهد الليبي ووقفنا معروف ونحن لا نعتقد أن مصر ستغير موقفها بين يوم وليلة لكن نحن أمام شعبنا وأمام ربنا لابد نؤدي واجبنا بالتواصل مع كل الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي حتى الأطراف الإيجابية للدفع بهذه الإيجابية والأطراف السلبية للتقليل هذا للتدخل يعني هي وسيط نزيه أم لا يا سيد خالد المشهد نعتبره فيها هي وسيط نزيه أم لا لأنه قد لا يسألك أحد عن زيارتك لتركيا لا مش نزيه سأعود لك عفوا مصر ليست وسيط محايد لكنها مصر ليست وسيط أنا نتحدى أي وحد يقول أن مصر تدخلت بأي شكل في الحوار القائم في مصر نحن أعضاءنا يمشوا المرة لولا الغردقة وعددهم 12 تقريبا أو 15 وروحوا وقلنا لهم هل لحطهم أي تدخل مباشر أو غير مباشر قال لم نلاحظ الآن أعضاءنا يمشوا وروحوا والآن هم موجودين غادي وتوصلوا معهم لم نلاحظ أي تدخل وليكن في علمك قبل لا يمشوا كان عندنا شروط على البعثة إذا كان فيه إمكانية للقاء في مصر فإنه لا لا نسمعك سيد خالد المشري نسمعك بشكل واضح سيد خالد كأن فترة محد يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد خالد المشري لا أدري إذا كان هناك تواصل معه من قبل الزملاء حتى يعيدوا الاتصال بسيد خالد المشري سيد خالد تسمعوني يبدو أن المشكلة ما زالت متواصلة في التواصل مع سيد خالد المشري والذي تحدث قبل قليل حول مسألة التواصل مع مجلس النواب والمشاورات في العاصمة المصرية القاهرة سيد أكد خالد المشري بأنه حديث أيضا عن حكومة فتحي بشاغة هي حكومة محل نزاع وأيضا هناك ودخولها بدون توافق هو فرض أمر واقع مرفوض يبدو أن سيد خالد المشري عاد إلينا مرة أخرى تسمعني الآن بشكل واضح سيد خالد واضح واضح أعود بك للسؤال مرة أخرى لأنه فقط الفكرة لم تصني بالشكل كامل مسألة اليوم مصر اعتبارها وسيط نزيه أم لا ويسألونك كثير الكثرة عن لماذا مسألة وسيط طيب لماذا قبل الأعلى للدولة مسألة وسيط لماذا قبل الأعلى للدولة أن تكون المشاورات في القاهرة طالما يدرك مسبقا أن القاهرة ليست وسيطة نزيها زد علي أن يكون المشاورات الأولى للجلسة الأولى التي تكون بحضور رئيس المخابرات عباس كامل أولا ما كانت الجلسة الأولى بحضور رئيس المخابرات هذا كلام غير صحيح في الجلسة الأولى طبعا ليبيا باعتبارها مصنفة محل منطقة نزاع عسكري وأمني ومنطقة فيها عدم استقرار أمني وإلى آخرين في معظم الدول الملف الليبي لا تديره وزارة الخارجية بل بعض معظم الدول في الملفات الحقيقية تدار بشكل أو بآخر من قبل المخابرات عباس كامل ألقى في جلسة الافتتاح كلمة عبر الدائرة المغلقة ولم يحضر بشكل رحب بالوفود وهذه هي الجلسة الأولى أنا نقصد جلسة المشاورات سيد خالد نقصد الجلسة الأولى واضحة تماما هو لم يحضر الكلمة أين ألقاها عباس كامل الكلمة أين ألقاها عباس كامل الكلمة إن لم يكن حاضر الجلسة الأولى هي أول جلسات الاجتماعات في القاهرة كان حاضرا في دائرة المغلقة في دائرة المغلقة ليس حاضر لا 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 أنا لا أتحدث عن الدائرة المغلقة أنا لا أتحدث عن الاجتماعات التي جمعت المجلسين الجلسة الأولى الافتتاحية للاجتماعات ألم يكن حاضرا لا لم يحضر بالتلفزيون فيه تلفزيون وهو قعد في مجتبة قال من رحب بكم في أرض مصر نتمنى لكم التنفيق نتمنى أن يكون الحل بليبي والكلمة مسجلة ومنقولة وهذا الأمر يبدو لك منطقي يبدو لك منطقي أسمعني أنا غير نقول لك حاجة شوف أنا لو نحس بأي تدخل من مصر ولا من غير مصر في وفد مجلس الدولة حيروح الوفد في نفس اليوم لكن طالما أن مصر طرف موجود على الواقع ومؤثر في المشهد الليبي وتقدر أنا ما عنديش مانع أن نعقد اجتماعاتي وبالعكس مطلب مجلس الدولة أن تكون الانتخابات أن تكون الاجتماعات في ليبيا وقترحنا أن حتى طبرق معناش مانعها ولكن مجلس النواب الطرف اللي نحن بتناقشه إحنا إياه فضل أن هي تكون في الخارج وكانت فيه اجتماعات سابقة في المغرب وفيه اجتماعات سابقة في الغردقة وفيه اجتماعات في تونس وفيه اجتماعات في جينيف يعني إذا كانت تحكي على المكان فإحنا أنا عندي في النهاية أي مكان مصر ولا غيره طالما إني نملك قراري وما حدش يقدر يأثر علي في القرار اللي نديره وما حدش يقدر يفرض علي أي رأي وما يدخلش في النقاش مهمنيش أنا وين نتلاقه خلني تلاقه وين ما يكونه لكن أنا أعطيني المنتج شنه هو أعطيني المخرج شنه هو المخرج اللي بنطلع به هل هو يتعارض مع الثوابت المتاعي هل فيه تدخل مصري ولا غيره مفيش لو حسينا بأي تدخل من مصر ولا من البعثة ولا من أي طرف آخر غير لي زي ما كانت مثلا في المغرب ولا زي ما كانت في تونس ولا غيره على طول نسحبه ولا نرضى أبدا طيب أخيرا أعود بك إلى حكومة فتح بشاغة أخيرا نعم هل يمكن أن يدخل فتح بشاغة إلى العاصمة طرابلس مرة أخرى والله يشوف بالنسبة أنا الذي أنصح به أخي فتح بشاغة أن يوقف هذه المهزلة وأن يقدم استقالته للبرلمان اللي كلفه وأطلب من أخي عبد الحميد بيبة أن يكف على الحديث على أن هذه الحكومة هي ضمان الانتخابات وأن يقول نفس الكلام الذي كان يقول فيه فايز سراج طول فترة حكمة عندما يتوافق المجلسين على حكومة فأنا سأسلم لهذا الأمر وأن الحل هو في القاعدة الدستورية وتكليف حكومة تستطيع إقامة الانتخابات حتى نؤدي الأمانة إلى أهلها ونعيد هذه الأمانة للناس وهي تختار بعدين من تشاء لكن أن نبعده في صراع السلطات التنفيذية ما بين عبد الحميد وفتحي هذا أمر غير مقبول وتعتبر حكومة ننصح فتح بشاغة بالاستقالة وعبد الحميد ببيبة بقبور التغيير وهل يمكن اعتبار أن حكومة فتحي اليوم انتهت بهذه المحاولة التي لم تنجح في تسلم مهام السلطة كما كان يتمنى الحقيقة أنا اسمعت كلام لا أدري مدى صحتها ما تبعتش تول عشرة خصوصا إن هي ممكن تباشر عملها من سرطة أو غيرها هذا أمر مرفوض من سرطة أو غير سرطة هذه الحكومة غير توافقية لم تحز على التوافق بصراحة الأخ فتحي تشكيل الحكومة وطريقة جبانها والأليات التي تمت بيها والتشكيات وغير ذلك مكنتش شفافة وواضحة وسليمة إذا كان فيه رغبة في ذهاب الانتخابات حقيقية عند السيد عبد الحميد وعند السيد فتحي عليهم أن يتركوا الساحة الثنين وخلوا حكومة مصغرة لهدف منها إقامة الانتخابات بعد الاتفاق على القاعدة الدستورية خيار البقاء في سرط كيف بدأ لك أخيرا مرفوض جملة وتفصيلا شكلا ومضمونا وغير مقبول وبأي شكل من الأشكال سرط نعتبر فيها محتلة الآن من قبل فاكنر كيف تحط الحكومة في سرط بشاغة ولا غير بشاغة العاصمة هي ترابلس نحن نبو ليبيا دولة موحدة عاصمة ترابلس نحن الآن يا راجل طول عمر نحكو أهداف تثورة 17 فبراير ويحلف يأدي كل واحد لما يحطي دعا اليمين كل وزير يقول وأن أحترم أهداف ومبادئ 17 فبراير أهداف مبادئ 17 فبراير ليبيا واحدة عاصمتها ترابلس هذه جزء من المبادئ اللي قمنا على خطرها نحن لما طلعت الزاوية على استجابة لنداء بنغازي يقول يا بنغازي ماشي بروحك نحن ضم ديج روحك ليبيا واحدة الصدى اللي طلع من البيضة وطبرق ومنغازي كان الرد بتاعها في ترابلس ومصراتها والزتان والزاوية وكل الغرب الليبي شكرا جزيلا لك رئيس المجلس رئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري كنت معنا عبر القمار السماعية من ترابلس شكرا جزيلا لك فاصل قصير وواصل بعده ما تبقى من حوارية الليلة تجارب السابقة تقول أن عقيدة صالح منح حكومة الموازية اللي هي حكومة التني ربما بعشر أشخاص أو خمستاشر نائب يعني خمستاشر نائب مرر ميزانية لحكومة التني الموازية كيفية التي سيتعامل بها مصرف ليبيا المركزي في حال تمرير الميزانية الجديدة المؤسسات المالية الثلاثة وعصب الاتصاد الليبي موجودة في تراب وبشكل فعلي ستنحاد إلى حكومة عبد الحميلة بيبة أكثر من حكومة سيفة بشار وهل تملك الحكومة المكلفة أدوات مكافحة الفساد الذي أعلنت محاربته منذ تسميتها مطراب للصراحة صفحة سوداء في تاريخنا وجرح مازال مفتوح ومازال مفتوح يعني أن لا ننبش هذا الجرح حتى لا ينزف مرة أخرى ولماذا خصصت لحفتر ميزانية مستقلة تتجاوز الثلاثة عشر مليار دينار بحسب البنود المسربة أمتى أربعتاش مليار أو خمستاش مليار في الهواء هذه يعني من غير من تحبتوا البنود التفصيلية الأخرى هذه في يد خليفة حفتر هذه التي سيسكتون بها خليفة حفتر كي يمرر هذه الحكومة مصر لا تفرط في عقيلة صالح وخليفة حفتر مستقبل العملية الانتخابية في حال تعثرت مشاورات القاهرة لا نعلم الحقيقة ما الذي يضمره المصريون لكن سلوكهم العملي يدل على أنهم يريدون أن تتقدم العملية السياسية في ليبيا مدى إمكانية توافق المجلسين خلال هذه الجولة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية كل طرف منطلق من زاوية بعيدة عن طرف الآخر ما فيش قاعدة مشتركة بمعني أن التفاوض قد يقول جدا وفد من الأعلى الدولة برئاسة خالد المصري سيتوجه إلى مصر استجابة لدعوة مجلس النواب المصري حاول رئيس المخابرات المصرية إقناع أعضاء في فريق مجلس الدولة بدعم بشاغة واجتمع بهم على انفراد هل سيحسم المسار الدستوري في هذه الجولة من المشاورات؟ على جزء من الأعضاء أن يتراجعوا على التوافق مع مجلس النواب لم يستطع المجلس أن يعقد جلسة مكتملة النصاب إلى حد الآن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أول خطوة لاستعادة الملف الليبي في أيدي الليبيين بمعنى أن يكون ناتج عن حوار ليبي ليبي إذن توافق غائب وغموض حاضر وسط حراك دولي أممي ورفض شعبي هذا ما يحيط بالتحضير الاجتماعات المساري الدستوري في القاهرة كيف سستطيع الحكومة أن تنظم لنا انتخابات وفق خارطة الطريق وفق التعديل الدستوري الثاني عشر وقد وصل إلى الطريق مسدود كما أبرز السينيروات المحتملة ومنعكساتها على المسار السياسي في ليبيا هذا حوار استمرار وتمديد المجلسين هذا حوار المصلحة هذا حوار يعني كسر وكبح إرادة 2.5 مليون ليبيين استلموا بطاقاتهم ويذهبوا لصندوق الاختراح وصلنا للعاصمة لسلامة ورحمة الاستقبال كان منتاز جدا من هذه العاصمة نعجيين مددين لكل الليبيين سوف نضوى ونضرب بالبالكونة لو هذا اللي يجونا في عقابات الليل يكسروا ويدمروا وقدروا ومداروا هذا الرأس مالا قاعدة الصلاة قاعدة يشوفهم بقصر ونحوش شوف الصلاة في 5.5 رصاصة شليش كالية يعني لازم جيب السلاح هنستمر بكافة لغاية منصر لديك لهدفنا لكن بالطرق السلمية وبيدنا اللحنة منتصرين أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كضمان وحيد للديين من أجل إزراء للخبر إذن هي تطورات لها ما بعدها في ظل المسارات المفتوحة دون نتائج ملموسة فماذا بعد الإدانات المحلية والدولية لتصاعد العنف الذي سببه دخول الحكومة المكلفة من البرلمان إلى العاصمة وماذا بعد أن فوجئ باشاغا وحكومته بالتصعيد العسكري من قبل مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة نرحب بضيوفنا في حوار الليلة مع نعب الأقمال الصناعية من طرابلوس المستشار السياسي الأسبق للمجلس الأعلى للدولة سيد أشرف أشح وسينضم إلينا عبر السكايب لاحقا من تونس المحل السياسي سيد سلوسي إسماعيل ومعنا هنا في الستوديو الدكتور نزار كريكش مدير مركز بيان للدراسات أهلا بكما ضيفي الكريمين لعلي أبدأ معك سيد نزار حول فهم هذا الدخول من قبل فتح بشاغة إلى العاصمة طرابلوس ربما ليلا ثم غادرها في الصباح كيف نفهم هذا التوقيت ولماذا اختر الرجل هذا التوقيت تحديدا في اعتقادك يعني بسم الله الرحمن الرحيم أظن أن محاولة إفضاء أي عقلانية على سلوك فتح بشاغة غير صحيح يعني بمعنى لا يوجد أي مبرر لهذا الفعل وأنه عبارة عن دخل في تغذية راجعة سلبية بمعنى أن كل طرف يحاول أن يرد على الطرف الآخرين خرجنا من الاستقرار خرجنا من السلوك العقلاني إلى السلوك الغير عقلاني واصبح كل طرف يريد أن يوث بالذات خاصة فتح بشاغة السلوك غير عقلاني غير مبرر يأتي بأدوات هو يحاول رفضها يعني أحيانا يقول لك أنا أريد أن أدخل سلميا ثم يستعمل السلاح يريد أن يقضي على الميليشيات ويستعمل بعض الكتاب المسلحة للدخول للعاصمة يتحدث عن الفساد وهو يمارس بالتأكيد كان في دفع أموال لمن ساعدوا في هذا الدخول فبالتالي الآن هو دخل الأطراف النزاع في ليبيا إلى نوع من عدم العقلانية وفعل ورد الفعل لذلك كل فعل الآن هو عبارة عن إثبات الذات وليس له أي رؤية يعني معنا أن الحكومة التي كلفها مجلس النواب لا تملك رؤية لا تملك قدرة لوضع استراتيجية لحل أزمة البلد وفي نفس الوقت هي هدفها الوحيد هو أن يدخل فتح بشاغ وانقسم حتى أتباع فتح بشاغ أصبح تفكيرهم كله كان يصل فتح بشاغ للحكم هذا طبعا تقزيم للأزمة الليبية أزمة الليبية أكبر من أن تكون عملية مصارعة بين طرفين لذلك ما فعله فتح بشاغ مدان وهو غير صحيح وهو عنف سياسي وهذا العنف ره ليس سياسة هو جرام ما حدث هو جريمة وأظن أن حكومة عبد الحميد بيبة كان موقفها سليم بأنها حافظت على العاصمة طيب أي مبررات في ذات النقطة سيد أشرف أي مبررات لتفسير هذه المحاولة من قبل فتح الذي يقول أنه فوجئ بالتصعيد العسكري ولم يرضى بمجارات من يعتبرهم بالخارجين عن القانون بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك والدكتور نزار والسادة المشاهدين في هذه الساعة المتأخرة الحقيقة أردت في البداية أن أعلق بعد انتظار ساعة على كلام الذي قاله خالد المشري قبل الحديث عن دخول الخفافيش ليلة البارحة ولكن مدام سؤالك بدأ بهذا الدخول عندي ملاحظة بسيطة حقيقة على ما تفضلت به يا نبيل في مقدمتك الكلام له مدلول سياسي أنت قلت أن دخل فتح بشاغة الرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان هذا التوصيف الشائع الآن وفوجئ بمقاومة مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية هذا التوصيف فيه خطأ لأن لو أنك أنت تعترف أن هناك حكومة في طرابلس أنك تقول مجموعات مسلحة معنى هذه حكومة تقود تقود عصابات لكن التوصيف ليس لي فتح بشاغة عبارة عن عصابات هذا ما يقول وماذا بعد أن فوجئ بشاغة ماذا بعد أن فوجئ فوجئ بشاغة والكلام الذي لحق مجموعات مسلحة مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية هذا كلام وماذا قال فتح بشاغة ماذا قال فتح بشاغة ألم يتفاجأ بالتصعيد ألم يتفاجأ بالتصعيد يا نبيل فتح بشاغة دخل دخول الخفافيش بمساعدة عصابة وبدأ بإطلاق النار الساعة الثالثة صباحا هذا تقديرك أنت يا سيدا شنو هذا تقديرك أنت تعتبره كان بنبدأ تقديري أنا ولا تقديرك أنت أنا أخلي لك تهو القناة وأنت تقدر زي ما تبي وتكمل مع المشاهدين لا لأنه فقط التوصيفات نقلت عن عن روايتين فقط لا 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 مش روايتين لا هناك آآ كلام يقال ويقبل وهناك كلام يجب أن يضع تحته خدوط أم تتقول أن فتح بشاغة المكلف من البرلمان دخل وفوجئ بمقاومة مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وكأنك تتبنى هذا التوصيف آآ آآ تقول لي والله فتح بشاغة قال قال فتح بشاغة قال أنه فوجئ بمجموعات مسلحة نقبلها منك وبالتالي عندما عندما أنقل تصريحات وعندما أنقل تصريحات لعبد الحميد الدبيبة يتحدد لا 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 أنا أقصد حتى أكمل فقط يا سيد الشرف أنا لم أقاطعك أنا لم أقاطعك وبالتالي الآن دحت لك الفرصة حتى تكمل عندما أنقل توصيفات لعبد الحميد الدبيبة هل أعتبرني نفسي منحاز لعبد الحميد هذه التوصيفات للرئيسين الأول يقول أنه تفاجأ الأول يقول أنه تفاجأ قولي يقول قولي يقول فتح بشاغة يقول أنه تفاجأ بمجموعات مسلحة لكن أنت قلت أنه والله واجهته مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وبالتالي حتى في السؤال أنا قلت نقلت عن فتح بشاغة ولم أقدمه على أن هذا التوصيف منه لا ما قلتش نقلت وتحاول انه والناس يعاودوا الفيديو هذا في السؤال سيعيد الناس الرواية أنا ما لدي ضدك رأوا لا لا هو المسألة مش مسألة خلاف سيدا شرف تفضل على كلنا نتجاوزها باقي تجاوز وين تبين يجاوزك اختار الزاوية التي تريد الاجابة بها. تفضل يا ربيل. اختار الزاوية التي تفضل ان تبدأ بها. خلاص انا نبدأ لك بالزاوية. دخول فتح بشاغة. دخول الفخف فيش ليلة البارحة. سببه الضغط الذي شعر به للمشروع اللي ذهب اليه خالد المشري ضيفك السابق الى القاهرة. وهو محاولة تشكيل حكومة جديدة. عندما علم الاسبوع الماضي. وانا صرحت على قناتكم بان هناك مشروع مصري طرح على الدول الخمسة بتشكيل حكومة جديدة لقناعتها بان حكومة فتح بشاغة لن تستطيع. اصبح الضغط على فتح بشاغة يعد بالساعات وليس بالايام. ان لم تدخل الى طرابلس فسوف يسحب البساط من تحت خدميك من قبل حلفائك. ومن قبل الراعي الاقريمي وهو مصر. وما دعوت خالد المشري الى القاهرة الا لكي يسيل لعابه. واليوم صرح امامكم صرح امام الليبيين. قال والله ينبقوا انشكله حكومة. واربعتاش الوزير. وهي الحكومة اللي يمكن الدين الانتخابات. هو هذا الهدف. لذلك الصراع الان. اليوم خالد المشري يحاول الاستفادة من القفزة في الهواء التي قام بها فتح بشاغة لينة البارحة. وان يزيح الحكومتين كي يأتي هو وعقيلة بحكومة جديدة يختاروها. ويضحكوا على الليبيين بقصة قاعدة دستورية. وتواندون لكم انتخابات ان شاء الله بعد سنة او بعد سنتين. هادي هي هادي هذا هو لب الموضوع. لا اعتقد ان هناك عاقل في ليبيا اليوم. يصدق كلمة واحدة يقولها خالد المشري. او يصدق اه فتح بشاغة بعد ما صدع رؤوسنا. وقال والله يا ناس اوف لن لن احكم الا من خلال دخولي الى العاصمة. اهو اليوم قال اني بنبدأ من سنة. فبالتالي اليوم الحقيقة هي عبارة عن محاولة اطراف متعددة للبقاء في المشهد السياسي. رغم ارادة الليبيين. والتضحية بامن الليبيين وبحياتهم. وليلة البارحة اكبر دليل. شخص يدخل في بعد ساعة ثالثة صباحا. ويبدأ باطلاق النار على المقرات الحكومية. وبعدها يقول والله تفاجأت. وعندما يحاصر يطلب الامان ويطلب الخروج في ممر امن ويكتب تعاهد انه سوف يعلن استقالته. وعندما يخرج ينقلب على هذا التعاهد. المشهد اصبح مشهد عبدي الحقيقة. اش ما اصبح المشهد مجموعة من المراهقين الذين يعبتون بمستقبل هذا البلد. وبمصير ابنائه. وبدماء ابنائه. استناعت الى نقطة ممارسة العمل لحكومة من سيرت. في سياق هذا. حديثنا في هذه النافذة. لكن نردنا نفهم الامر اكثر وتطورات دكتور نزار. الى اين قد يتطور هذا التنازع على الشرعية. مع تشبث الرئيسين بموقفهما. الدبيب يقول انه لن يتسلم او لن يسلم السلطة الى سلطة منتخبة اخرى. وايضا فتح بشاغة بانه ربما لن يعود الى العاصمة ترابلس. الا اذا تحصل على ضمانات فعلية. بعدم اراقة الدماء. وسيباشر العمل من سرد. والله هو الان وقت الصدق. يعني. مش وقت تزويق الكلام يا. والله بصراحة ارهقه الناس. يعني. فتح بشاغة. اخطأ. و اجرام. هذه جزء من. لما نقوله اجرام. لان كان فيه قضايا ارهقت الناس. اي خافتهم. وتدمير ممتلكاتهم. والحديث عن. ان ما يحدث في ليبيا الان. يعني. حتى بعض المثقفين اللي هم وازنين في ليبيا. كل من يقولوا ان هذا ما. يعني. فيه نوع من السازاجة. ونوع من الحمق. ونوع من الرغبة في الوصول بالسلطة بأي طريقة. فنحن الآن في حالة يعني الحكمة بالتجزئة والجنون بالجملة. ما يحدث هو جنون حقيقي. يعني. يعني. ما الذي سنستفيد منه اذا حكم بشاغة. ولا اذا. يعني. يعني. مثلا. لما يكون المجلس اعلى للدولة. هو اللي يضع الدستور. ويصر ان هو والمجلس النواب هنا يسيطر على المشهد. وبشاغة همى ان يصل الى الحكم. والطرف الاخر يريد ان يبقى في السلطة بأي طريقة. ما الذي سنصل اليه. نحن الآن نحتاج الى طرف ثالث. يعني. ما فيش نزاع في النزاعات الدولية. حل بالاطراف الغارقة فيها. اللي ما تشوف مثلا. كلام بعد خالد المشري. هو غارق في المشهد. ويريد ان يدافع عن نفسه. بشاغة يريد ان يقهر بيبة. عقيلة صالح. يريد ان يفرض رأيه ويثبت سلطان. كل الحديث. كل الطريقة التفكير. طريقة الفعل هي طريقة ردود افعال. بريغة ردود الافعال هذه. يعني. حتى استراتيجيا. حتى في في النزاعات الدولية. هذه الدول تستفيد منها. لان الان ردود الافعال لفتح بشغل. ممكن انا اتحكم في الفتح بشغل. لاني ادرك ردود افعاله. ممكن اتحكم في انت انت في اللقاء خالد المشري. ممكن اغضابه بكلمة منك. يفقد. لانه هو غارق في هذا المشهد. غارق في النزاع مع بعضهم البعض. لا يرون المشهد. لو يشوفوا في المشهد. يروا انهم هم العقبة الحقيقية امام هذا التوافق. يعني. تخيل ان المشهد مفيش مجلس النواب. يعني. مفيش مجلس النواب بعقيلة صالح. هل يمكن اجراء انتخابات. يمكن اجراء انتخابات. هل يمكن استفتاء على الدوس. ما الذي يمنعنا. اذا كان انت. الان. خذ مثلا. يعني. استطلاع للرأي عبر الوسائل للتواصل الاجتماعي. هذا نوع من الاستطلاع بالرأي. نحن نقوم به في مركز بيان كل اسبوع. شوف الانتخابات. شوف الدستور. شوف مثلا حديث عن الاستقرار. تجد الناس بكل اريحية تتجه اليه. يعني. بمعنى ان بدون وجود ضرف ثالث. وبدون محاولة المجلس الاعلى للدولة. ومجلس النواب. اما ان تمروا المرحلة انتقالية. وهم يحملونها على اكتافهم. وإلا لن يكونوا مرحلة انتقالية. يعني. الشعور هؤلاء الاطراف بان هما الحل في ليبيا هو المشكلة اصلا. هما اصبحوا جزء من المشكلة. لكن هما غرقين في المشهد. ويعتقدوا بان مثلا. هالمجلس النواب يملك السلطة. لو كان مجلس النواب يملك السلطة. موش الرئيس المجلس الرئيس الوزراء اللي هو مرة يجي من من غدامس. مرة يجي من من شوارف. ومرة يخش في عقب الليل. ومرة يقول لنا ندخل سلميا. مرة يطع الرسائل مبعظرة. فوضى. عبث. وفي نفس الوقت عبد الحميد بي 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 ندير الانتخابات في شهر ستة. بي بي ندير قانون الانتخابات من عندي. بي أقول لأطراف اللي في الشهر قليم. فلازم من طرف ثالث. لازم نفكر جميعا في طرف ثالث. طرف ثالث هذا أظن. نعم. إنه هو إما أن يكون مجموعة من المثقفين والمفكرين الليبين. يضعوا قواعد دستورية ويتناقشوا مع الناس. ويصبحهم المرجعية على الأقل المؤقت. لكن في وجود هؤلاء قاعدين ندور في حلقة مفرقة. مع ما يجري سيد أشرف. هل هل هناك أي فرصة اليوم نتحدث عن إمكانية حوار يجمع الرجلين وحتى الجهات الداعمة ليهم. ويكون هناك مساحة تجنب البلد وحتى العاصمة تحديدا الاحتكام للسلاح مرة أخرى. أي رجلين يا نبيل. أنا تحدث عن فتح بشاغة. هم أحور نقاشنا سيد أشرف. فتح بشاغة وعبد الحميد الدبيدة. نعم. فتح بشاغة انتهى اليوم بعد هذه المحاولة الإجرامية التي قام بها سياسيا سقطة بعد سقوط الأسابيع الماضية حتى دوليا. لأنه كذب مقال صحيفة التايمز الذي كتبه بيده. وذلك ما سبب قبول الدول الغربية للمقترح المصري في البدء فعليا في الحديث عن تشكيل حكومة جديدة. عندما اقترح المصريين أنهم مستعدين أن يستدعو المشري إلى القاهرة وأنه قبل وأن هناك مؤشرات إيجابية بأنه سوف يشارك في تشكيل الحكومة الجديدة والتي يمكن أن أن يقبلها كل الأطراف الفاعلة لأنها سوف تشرك فيها ومن ثم شعر بذلك الضغط فتح بشاغة وحاول بجنون الدخول متخفيا في ملابس كي لا تظهر ملامحه في سيارة ميدانية حتى وصل إلى قرب ذات العماد في طرابلس في مقر النواصي حليفه قدور الذي دخله وعندها بدأ العمل على السيطرة على مقرات الحكومة. عندما فشل كل ذلك وخرج انتهت المعادلة سياسيا بالنسبة لفتح بشاغة اليوم يبدأ في العمل في سرط يبدأ في المريخ يبدأ في أنجمينة لن يكون له أي أثر لأن الحكومة ما هيش عبارة عن رئيس ووزراء. الحكومة هي أدوات هي مؤسسات هي أجهزة إن لم تسيطر على كل ذلك فأنت عبارة عن مجموعة فريق زي فريق بينعب كورمة ما ليش أي قيمة. بالتالي اليوم الحديث عن والله توافقات ورجلين وثلاث رجال واربع رجال ده كلام آآ لا 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 يمكن الالتفاة إليه. الكلام اليوم هو أننا لا نلذغ من نفس الجحري مرتين. خالد المشري قبل قليل قال والله آآ حكومة دروها في جينيف. وآآ واشخاص غير معروفين. وآآ وجابوها هذه حكومة الدبيبة. ونسي أنه رشح نفسه في جينيف. رشح نفسه لهؤلاء الأشخاص الغير معروفين. الذين نحن لم نقبل بهم عند في وقتها. وكان يسعى أن يكون في مؤسسات الحكم في ذلك الوقت. هل مازال في عاقل في ليبيا يصدق خالد المشري? وهو ما ما لما توقعه بهذا الغباء. انه ينسى انه ينسى اللحدات اللي اللي مليهاش سنتين. يقول والله في جينيف كانوا اشخاص غير معروفين. وجابوا حكومة واحنا مجالس آآ منتخبة واحنا اللي آآ بروحنا نقدره والرئاسي ما يقدرش. وعبد الحميد الدبيبة هذا لا يبقى في في السلطة. وهو رسالنا لي عشر سنين لم يتزحزح من على قلوب اللي بيين. فقط اذكر فقط اذكر فقط اذكر بانه ابدي تحفظي على توصيخة. السيد خالد البشري. كما ذكرت قبل قليل. وذكرت هذا الكلمة. وبالتالي يعنت احقلك ذلك. لكن طالما أنه الرجل غير موجود معنا فتوصيف ب lender. هذا امر يبدو غير مقبول بالنسبة لي. انت تحدد التوصيفات. كما تريد. لكن انا لا اسططيع ان امررها. انا لا اسمعك سيد أشرف. نتعلق عليها يا نبيل أنا نقولها ونتعلق إيه أنت تقول وأنا أتحفظ سنستمر في هذه الحالة إذن لا أصحف وهو يرفع دعاوه هذه يحددها هو يوم أشرف مش على بعض هذه مش دوري على كله لا أشرف على بعض يا نسان بالعكس طيب واضح سيد أشرف نتحدث عن مسألة سرد بشاغ يتحدث على أنه سيباشر مهامه من سرد اللي حين تتحقق الضمنات بألا ترقى الدماء في طرابلس ومن ثم سيباشر مهامه من العاصمة فكرة الحلفاء الداعمين اللي شاركوا في سياغة وتشكيل هذه الحكومة يقبلوا بذلك هو يعني إذا كان طبعا تحليل ما حدث اليوم قد يكون هو وقع تحت ضغوط فبالتالي يريد أن يبرر لنفسه الذهاب إلى سرد بمعنى أني حاولت في طرابلس ولكن رأو ممكن ستكون فيه سراع مسلح وانتو ما تبوش سراع مسلح فبالتالي حال أن نتحرك إلى سرد لكن إذا تحرك إلى سرد فسيكون عليه أن يكون يثبت نفسه يثبت نفسه أنه حكومة موازية وندخل في نفس الإشكال هي القصة كلها يعني حل أي نزاع لا يكون من الأطراف التي تمثل هذا النزاع الآن نحن الآن لسنا أمام طرف وطرفين يعني حفتر و بشاغة هم طرف واحد عبد الحميد بيبة كحكومة هذه أصبحت طرف لأنها أصبحت لها يعني قدرة على التأثير في المشهد بعض الكتاب العسكرية هذا جديد في ليبيا طبعا في كتاب العسكرية الآن أصبحت طرف بأنها نفسها رمانة الميزان تستطيع أن تدخل من تشاء وترجي من تشاء وتأوي إليها من تشاء فأصبح الطرف هناك الآن مجلس النواب يريد أنه هو طرف وهناك بعض الكتائب التي هي موجودة التي حتى خالج العاصمة تشعر بأنها يمكن أن تسهم في المشهد من خلال دعم طرف مثل فتح بشاخ يعني لما يشي في السرط حتى تنشأ كتائب أخرى فأنت ماشي أمام مشهد تفتيت هو رأوه مش عداء للأشخاص لكن هو رأوهم هم يعني غطصين في مشهد لا يدركون لذلك أي نزاع ما لم يشاهدوا الآن شوفوا المشهد خضائك اثنان يعني واحد حاكم وهذا يقول حاكم وكل طرف منه يحاول أن يثبت بأن يعني شوف مثلا تعليقات على الفيس مثلا أو قبل دخول بشاغة آه بشاغة معه كتائب مسلحة من مصراته مثلا وأقلب الكتائب معه عبد الحميد بيبة فيشعر كل طرف بأن بأنه سيدخل إذن أنت قعد تمارس فيه و بنفس الوقت هم الاثنين أو فتحي بشاغة في برنامجة شي يقول و أنا سنحارب الكتائب المسلحة و يتهم الكتائب المسلحة بأنها هي إرهابية أنت تستعين بيها أنت تلجأ إليها إذن في الواقع ما فيه السلطة لأحد لا مجلس النواب ولا مجلس الدولة و قاعدين في تفتت إذا كانت هذه التتائب لأن ستصبح طرف آخر فأنت أمام طرف فاعل آخر سيحاول أن يؤثر في المشل فنحن راهوا فكرة الطرف الثالث يعني ما فيهش نزاح حل إلا بطرف ثالث ما فيهش نزاح يعني و هذا موثق حتى فيه كتاب أسمه الطرف الثالث رجل درس كل النزاعات إذا كان ما فيهش طرف ثالث قادر هو مليش مصالح المشكلة حتى يعني حتى الناس اللي تحكي على ليبيا في ليبيا يا إما في عقلابه شاء الله من أين سيأتي هذا الطرف الثالث خلينا نبقى و من لا يكون طرف ثالث و ليس له مصالح هذا التفكير المتقدم الآن هذا التفكير اللي نحن يجب أن نفكر فيه هل نحن الآن كمجتمع ننتظر هذه الصراعات هل أهل رابط جالسين في بيوتهم يعني موقف أليم الرجل طلعب لديه سيارة خاربه و ضاربه شو نسير خير نحن بيجب أهلنا و ناسنا و كله بيستمروا يستنوا في هذه الصراعات وين تنتهي يعني ننتظر في الحرب أو اللاحرب خلينا نفكروا بطريقة أخرى لذلك أظن أن مثلا زيد الحديث عن الدستور يعني خلينا نفكروا بطريقة مختلفة هل نستطيع نحن الآن بهال المثقفين وبهال مراكز الدراسات وبهال ناس على الأقل نستطلع رأي الشعب اللي في هذا الدستور هل يمكن أن نستفتي على الدستور خارج عطر الدولة هل يمكن أن يكون فعلا في عصيان مدني لإيقاف كل نزيف حرب وإيقاف مؤسسة الدولة إلى حين وجود سلطة شرعية في البلد لأنه ما أشحى وصلنا الحل يعني مثلا حفتر حاول لجيل طرابلس و ردوه بشاغا حاول لجيل طرابلس و ردوه هذا عشان يصل إلى الحكم عطل برنامج الانتخابات و در قانون الانتخابات معيب رد عليه الطرف الآخر و رشح نفسه للانتخابات فقالوا لا 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 فكنا من الانتخابات بكل باش نديره خلينا نمده لنروحنا سنتين و نشوفه بل كي بعد فترة بعد هالسنتين يمكن نحصل فرصة للفوز بالانتخابات يعني المشهد أصبح في ثلة قليلة تعتقد بأنها لا شرعية وهي ليس لا شرعية انتخابية تريد أن تحرك هذا المشهد بينما الأكثرية تنتظر في نتياج فعلها إلى هذه الأقلية لذلك على هذه الأكثرية أن تنظر نفسها يكون فيه فعل حقيقي و إلا راهنا سنجل صوت مثل هذه الجلسات كثيرا النظرة الدولية سيد أشرف كيف ستبدو للحكومتين عندما نتحدث عن حكومة فتح بشاغة الذي فشلت محاولته بالدخول وتسلمها من العاصمة طرابلس و حديث دبيبة عن ما جرى اليوم انطلاقا من كلام السفارة الأمريكية التي قالت أنه يجب على القادة السياسيين أن يدركوا أن الاستلاءة على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إرحاق الضرر بالشعب الليبي الحقيقة تغريدة السفارة الأمريكية تغريدة غريبة لأن مفهوم أن محاولة الوصول إلى السلطة باستعمال السلاح أو بالعنف أمر غير محمود في أي مكان ولكن حتى الاحتفاظ بها ما معناها الاحتفاظ بها؟ إذا كان هناك عملية ديمقراطية وأنتجت حكومة جديدة فالمحتفظ بالسلطة في تلك الحالة يعتبر مغتصب لها ويجب أن لا يترك ويجب أن لا يسمح له أما عندما يكون هناك هجوم غادر ودخول خفافيش بعد الثالثة صباحا ومحاولة باستعمال السلاح للسطو على مقرأة الدولة هذا تهديد للأمن للإستقرار هذا محاولة انقلاب هذه محاولة لا تحظى بأي نوع من أنواع الأخلاق حتى من الناحية الإنسانية بالتالي أن تحاول السفارة الأمريكية أو غيرها أو أي تصريح مهما كان قائله بأن يحاول استغلال مثل هذه الأحداث لكي يصفر الحالة الليبية ويظهرها وكأنها غابة وليس بها أحد وأنه يريد إعادة رسمها من جديد هذا أمر غير مقبول وغير منطق الحقيقة لا يستطيعون أن يقلوه حتى في دول أمريكا اللاتينية أو دول صغيرة في أفريقيا ولكن للأسف لأن من يتصدرون المشهد في ليبيا زي خالد المشري وعقيلة صالح يذهبون بأول دعوة لكي يتقاسم المغانم فإن من السهل على أي مسؤول دولي مهما بلغ مستواه من صغر أن يتهكم على أعلى مسؤولين في ليبيا وعلى مستويات في ليبيا فاليوم تعاطي الدولي الحقيقة تعاطي الدولي بالنسبة لفتح بشاغة فقدوا الأمل فيه نهائيا ولن يكون هناك أي تعامل معه وسوف تراحضون هذا الكلام سوف ينتظر خاصة للغربيين ما سوف يصل له المصريين من خلال الصفقة التي يحاولون تمريرها من خلال عقيلة صالح والمشري إن نجحوا ولا أعتقد أنهم سينجحوا في الوقت القريب لأن المشكلة لديهم عندما يدخلوا في الأسماء تعرفوا أن مسألة الأسماء هي المسألة التي تعطل والتي يحدث فيها خلاف المصريين يعلموا تماما أن من منعوا فتح بشاغة اليوم صوتهم عالي وسقف مطالبهم ارتفع وهم لن يرضوا بتشكيل حكومة لا تكن لهم فيها حصة مناسبة تمثل حفتر وعقيلة في مناصب مهمة بالتالي سوف يحاولون الضغط والتهديد بأن فتح بشاغة لازال موجودا وقد يعيد الكرة كي يخفضوا مستوى التطلعات الأطراف الأخرى في تشكيل حكومة جديدة ويجعلهم يقبلوا بحلول وسطة لتمرير صفقة حكومة جديدة أعتقد أنهم هذه المرة تعلموا من المرة السابقة يجب أن يعطوا وجبة دسمة للشعب الليبي نعم كي يضحكوا عليه بالقول بأننا والله وصلنا إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في 12 شهر ولكن للأسف لكي نجري الانتخابات في 12 شهر نحتاج أن نحن نديروا صفقة بناتنا ونقسس محكومة لكي ندير لكم انتخابات في 12 شهر هذا هو السيناريو القادم ولكن خليني نقول لك حاجة ونرجع هنيني كلام المشري المشري الآن قال قال بفمه قال أننا لن نقبل بقاعدة دستورية تسمح للمجرمين الذين دفنوا الناس أحياءا بأن يترشحوا الأيام بيناتنا خلال أسبوعين أو ثلاثة إن أعلنوا اتفاقهم على قاعدة دستورية كي يمرروا صفقة الحكومة الجديدة سوف تجدوا أن خليفة حفتر مصبوح له بالترشح وهذا سوف يضحط كل الكلام اللي حاول المشري سوق الآن نعم طيب دكتور مسألة الاتجاه الدولي ونحن نتحدث عن فكرة ربما أن تكون هناك حكومة أخرى زد عليه الجانب الآخر متعلق بإمكانية توافق المجلسين حول قاعدة دستورية كان ممكنا أم لا تعتقد أنه ربما يفكر المجتمع الدولي أو حتى الدول الفاعلة في الحالة الليبية في إنتاج حكومة جديدة تنهي حالة التنازع على الشرعية وبمعادلة سياسية جديدة قبل الانتخابات قبل الانتخابات طبعا هو لما تحدث خالد تحدث أنها فكرة من هو لا تمثل المجلس الأعلى الدولي لكن يبدو أكيد كان فيها يعني فيها فيها نقاش على هذا الأمر طبعا هذا يراد مننا يعني حفظ ماء ووجه ماء للمجلس النواب لأن المجلس النواب أصبح ما فيش قرار استطاع أن يرفض لا سحب الثقة ولا تعيين حكومة ولا الانتخابات يعني ظاهر أنه غير قادر على فرض قرار فبالتالي تكون فيها حكومة وهذه الحكومة يعني تدعم من المجتمع الدولي وتصبح لها قاعدة دستورية للانتخابات وتتحرك المشهد طبعا هل هذا المشهد هذه الانتخابات ستقع في أزمة من يترشح أظن لو كان فيه انتخابات سيستبعد سيف ويتقدم حفتر وممكن يتقدم معه بعض الشخصيات من المنطقة الغربية ويحاولوا بشتى الطرق ستقع نفس الأزمة التي حدثت من قبل إذا أزاحوا دبيبة بحكومة فيه أصبح هو من حقه أن يترشح على الانتخابات وإذا بقي دبيبة في الحكم يحاول أن يضغطوا عليه أن لا يترشح على الانتخابات في كل الأحوال لن يتوقف لا خريفة حفتر وعال عقيلة صالح على خمس أشياء يريدونها الآن معركة في ليبيا على حول خمس قضايا أساسية في كل النزاعات حدثت يعني بالإجنب أولا السيطرة على قانون الانتخابات ثاني ضمان عدم المحاسبة على الجرائب الثالثة ضمان المكتسبات التي تكتسبوها الأموال ألا تأخذ منهم ألا يرفع عليهم لأن هناك جرائم حقيقية في المنطقة السرقية وهناك أموال اكتسبت بغير وجه حق رابعا أن يكون كل من يأتي للحكم يتبع لبعض الأطراف مثل مصر أو غيره بمعنى حتى لو تغيرت الحكومة أو مات شخص من أشخاص مثل خريفة حفتر لأنه كبير في السن أو عقيلة صالح لو في حكومة أخرى يضمن أن هي تستمر في هذه الألعاب النقطة الخامسة اللي يحرص عليها أن الدستور يكون صلب بمعنى يصعب تغييره يضمن أن هذه المصالح كلها في أيديهم لن يتركوا هذا المصالح خاصة مصر تدرك هذا الأمر وخاصة المؤسسة العسكرية المصرية كل هذه الخمسية الآن يرد لها أن تثبت بذلك وما سينظوا في الانتخابات لكن بأي قانون سيفعلوا يتعاملوا مع الدستور ولكن سيضعوا البذور التي تضمن أن لا يكون هناك محاسبة وهكذا سيضمن حتى القوانين أحزاب معينة تترشح وأحزاب أخرى لا تترشح مثلا عبد الحميد بيبة يحاولوا أن يمنعوا من الوصول للحكم بمعنى أنه يراد أن يتحكم في المرحلة الانتقالية حتى يضمن المرحلة الدائمة ولن يترك هذه المرحلة الانتقالية إلا ضمن على الأقل أن لا يكون محاسبة ويستمر وهذا حدث في دراسة من 1800 من القرن 19 إلى القرن العشرين أخا إذا تؤمن الآن إذن الآن ما الذي سيحدث سيحدث أن محاولة للذهاب في المرحلة الانتقالية ولكن بضمانات وهذا ما يحدث في القاهرة نمضي حتى المجلس على يمضي لكن المجلس على الدولة فيه نقطة مهمة أنه مختلف خالد المشري يميل إلى أن يكون هناك حكومة أخرى يميل إلى طرف فتح بشغة ولكن لا يظهره بشكل واضح يرفض الحرب ولكن هو يقول نزيح عبد الحميد البيبة طبعا هو يريد أن يقع في منطقة وسط خطابة الآن أو حديثة الآن يريد أن يكسب الجميع يريد أن يكسب مصر ويريد أن يكسب تركيا ويريد أن يكسب عبد الحميد البيبة ويريد أن يظهر هو كطرف ثالث له قيم عليا فوق الجميع وهذا لن ينجح لأنه طرف ليش لهو سيء لأنه طرف لأنه مجلس أعلى للدولة فأنا أعيد وأكر ما لم يكن الآن فهم أن المعركة القادمة حول هذه الخمسية هي معركة الدستور نضمن هذه القضايا بمعنى أن الآن الحراك حراك شعبي يضح هو الدستور يتحدث عن الدستور شن ناقص شن فيها بدل هالسوشيال ميديا معبينها سباب وشتام وصراع نحكو على الدستور نحن أنفسنا مجتمع ما لم نكن مجتمع بهذا الوعي لن يحدث تغير حقيقي وسنظل نراوح في هذا سيد أشرف في ظل هذه الحالة إذن انتظار إنتاج قاعدة دستورية توصلها المجلسين إلى توافق بشأنها تنازل على الشرعية بين الحكومتين وبالتالي المخرج في تقديرك أين الحل لهذا التعثر الحاصل صدقوا لي مدام المجلسين عقيلة وعقيلة والمشري موجودين لن تحدث انتخابات في ليبيا في وجودهم حتى وإن لآن نسوق بأنهم وصلوا إلى اتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات ولكنهم سيواجلوها على الأقل سنة كي يمرروا الصفقة كما أسلفت هي مجرد وجبة سريعة يقدمها للليبيين كي يستطيعوا تمرير الصفقة لا أكثر ولا أقل أنا خلينا أعطيكم المشهد القادم المبعوثة أو المستشارة الدولية سوف تترك العمل في ليبيا في نهاية شهر يونيو وليس هناك اتفاق على مبعوث دولي جديد وهي بدأت تصرح بهذا لكل المجلسين أنها سوف تترك في نهاية يونيو والكل يعلم أن في ضل الحرب الأوكرانية الروسية وفي ضل الموقف الروسي لن يحدث هناك توافق على تسمية مبعوث جديد بالتالي سوف يتراجع الموقف الدولي بعد أن تمكن عقيلة والمشري من تشكيل حكومة جديدة في صفقة جديدة فهم سوف يرتاحون إلى فترة معينة من أي تدخلات أو من أي ضغوط دولية قد تلزمهم بإجراء الانتخابات وسوف يجد المبرر تلوى المبرر لعدم إجرائها حتى وإن أخرجوا هذه الوجبة في أنهم اتفقوا على قاعدة دستورية لأنها ليست عملية فورية لأن الانتخابات إن قالوا أننا سوف نتفق على قاعدة دستورية في خلال أسبوعين وسوف تجرى الانتخابات في خلال شهر أو شهرين لأن كل إجراءات الانتخابات جاهزة المفوضية جاهزة الناخبين استلموا بطاقاتهم كل شيء جاهز لإجراء الانتخابات وهم اتفقوا على قاعدة دستورية يقول لي ما هو في ظل وجود حكومتين. احنا والله العراق لان العراق والله شفته داره داره برلمانه ولكن ما قدرش يديره حكومة. هذا كلام فارغ. هذا عبارة عن تهرب وتملص. وعبارة عن مراوغة. اه لكي تمرر صفقة ويبقوا في السلطة الى ابدي الابدين. اه. اليوم لن يقبل. الا باجراء انتخابات بشكل مباشر. تشكيل حكومة جديدة هو نفس سيناريو جينيف. كانوا يتحججوا في جينيف. والله ما نقدروش نديره انتخابات الا ما نشكله حكومة جديدة. اه جربناها. جربناها هذا. لماذا نكرره الان? نعم شكرا جزيلا لك الاستشار السيسي والاسباق للمجلس على الدولة سيدا شرف الشح كنت معنا عبر القمر الاصطناعياتي من طرابلوس. كما اشكر ضيفي هنا في الستوديو مدير مركز بيال للدراسات الدكتور نزار كريكش. اشكرا موصول لكم مشاهدين على طيب وكرم التابعة اشتركوا في القناة